يوجد إمام مسجد يقوم بتصوير طلاب التحفيظ الذين في المسجد ويعلق الصور في جدران المسجد من الداخل ويقول هذا عمل مباح فبماذا توجهونه هذا منكر عظيم تصوير في حد ذاته منكر تعليق الصور منكر حتى في البيوت ما يتعلق الصور الرسول صلى الله عليه وسلم انتنع من دخول للمنزل الذي فيه تصاوير في قرام يعني في ستارة مجعولة على الجدار فيها تصاوير من غير قصد ومع هذا انتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول هذا المنزل حتى هتكت هذه الصور فكيف تعلق في المسجد كانت لا تعلق في البيوت فكيف تعلق في المساجد والعياذ في الله فهذا منكر عظيم ولا يجوز إقراره